معلومات عن دولة تونس دولة تونس هي دولة عربية إسلامية عاصمتها وكبرى مدنها مدينة تونس تقع شمال قارة إفريقيا يحدها البحر الأبيض المتوسط من الشمال وليبيا من الجنوب الشرقي الجزائر من الغرب وتبلغ مساحتها حوالي 163.600 كم مربع يبلغ عدد سكانها أكثر من 10.900.000 نسمة وتعد تونس واسفاقس وقابس وسوسة والقيروان وبنزرت ومدنها الرئيسية سميت تونس بهذا الاسم نسبة إلى عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه والآراء تختلف حول تسميتها حيث يعتقد البعض أن الاسم يعود إلى الحقبة الفينيقية حيث جرت العادة بتسمية المدن باسم إلهها الرئيسي وكانت تانيت هي إلهة تونس وتعتقد بعض المدارس أن أصل التسمية يعود إلى جذور عربية من خلال مدينة ترشيش ويرى البعض الآخر أن سبب التسمية مشتق من كلمة ونس بسبب المعاملة الطيبة التي تميز بها سكان المنطقة من احترام الضيوف وطيب المعاشرة وكرم الضيافة وغيرها من العديد من التفسيرات الأخرى لسبب التسمية يعتمد اقتصاد البلاد على قطاعات أساسية الزراعة والسياحة والصناعة وتلعب الحكومة دورا مهما في السيطرة على الاقتصاد مما ساعد في تطويره وتنميته وتتميز دولة تونس بمناخها المعتدل الذي يتأثر بمناخ البحر الأبيض المتوسط الحار صيفا والبارد شتاءا تونس هي عضو في عدد من المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي العالم التونسي يشبه إلى حد كبير العالم العثماني وقد أمر حسين باي الثاني بتنفيذه سنة 1827 واعتمد رسميا كعلم للبلاد بقرار من أحمد باي الأول سنة 1931 وهو عالم أحمر اللون يتوسطه قرص أبيض فيه نجم خماسي أحمر اللون يحيط به هلال أحمر يعد الدينار التونسي هو العملة الرسمية للبلاد وتمتد الصحراء الكبرى في حوالي 50% من الأراضي التونسية بينما تغطي باقي المساحة تربة خصبة محاذية للبحر الأبيض المتوسط فتح المسلمون تونس في القرن السابع ميلادي وتنقسم دولة تونس إداريا إلى ستة مناطق تنمية تتوزع فيما بينها 24 ولاية أسس المسلمون مدينة القيروان سنة 50 للهجرة وهي أول مدينة إسلامية في شمال إفريقيا يعتنق معظم سكان تونس الديانة الإسلامية معظمها من أتباع المذهب المالكي وحوالي 15% منهم من أتباع المذهب الحنفي كما توجد أقليات من أتباع الديانة المسيحية يتحدث التونسيون اللهجة التونسية وهي لهجة بمفرادات عربية لكنها تحتوي العديد من الكلمات الفرنسية وبعض الكلمات التركية والإيطالية تساهم السياحة في تغطية 50% من عجز التجاري وتوجد في تونس 8 مطارات دولية سبعة موانئ تربطها بالعالم الخارجي تبعد العاصمة التونسية ساعتين بالطائرة عن العاصمتين الفرنسية والإنجليزية و50 دقيقة عن العاصمة الإيطالية ترجمة نانسي قنقر